قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تحقيق العدالة الناجزة وتسريع الإجراءات القضائية كما يعكسه احترام السيادة الخاصة للمواطنين يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يشرع مجلسكم المؤقر في مناقشته اليوم خطوة جادة لتحديث وتطوير القانون الحالي الذي يعود في تطبيقه إلى سنة 1950 وقد طالته عشرات التعديلات التشريعية طوال 74 عاما وطرأت عليه مستجدات ومستجدات وكانت المطالبات قد تزايدت خلال العقدين الأخيرين بضرورة إصدار قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية ليواكب التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان ويتسق مع التنظيم الدستوري المتطور الذي وضعه دستور 2014 في مجال الحماية الدستورية للحقوق والحريات لذا فقد كانت مبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية من خلال اللجنة الفرعية التي شكلت لهذا الغرض وتبني مجلس الوزراء لمخرجات أعمالها كما قلت سابقاً خطوة شجاعة غير متكررة ترجمة نانسي قنقر